طوال لبنان عامه الاول من الثورة وابتدع باخر في انتفاضة نجحت في تعليه السلطة الحاكمة وفضحها رسمت تلك الليلة من السابع عشر من تشين الاول عام 2019 مشهدا لم يعتد لبنان عليه خلع الشعب ثوب الطائفية والمناطقية والانتماءات الحزبية ونزل ياثور على الطبقة السياسية الحاكمة اذ امتلأت الشوارع من شمال البلاد الى جنوبها حتى البقاع شرقا حصلت الثورة سريعا على استقالة الحكومة لينفرط عقد الحكومة التي حاول حزب الله تجميعها وهو المسؤول عن تدهور الوضع الاقتصادية بسبب تدخلاته في السياسات البلاد والبلاد المجاورة ما جعل لبنان رهنة لايران وابعدت دولا عربية واجنبية لطالما تدخلت سابقا لمد يد العون لبيروت ورغم قمع السلطات الحكومية المفرط والاعتقالات للمتظاهرين وانتهاكات انصار حزب الله وحركة امل المسلحين لم تفقد الثورة علاقها وحفظت على سلميتها في بلد ذاق لوعة الحرب الاهلية التي انتهت باتفاق قسم البلاد لامراء الحرب لتقول الثورة كلمتها في وجه الفساد الذي انتجه وتطالب باسقاطه وسحب السلاح الذي بقي في ايدي حزب الله بحجة المقاومة وبات سببا للتوترات في البلاد والمنطقة وليقود دبنان نحو الكارثة انفجار هائل في مرفع بيروت عاد لزلزالا ارضيا جعل ما طاله خرابا قتل نحو مئتي شخص واصيب نحو ستة الاف وخمسمائة اخرين فضلا عن اضرار بمليارات الدولارات هي حصيلة تخزين نترات الامونيوم الجميع كان يعلم وجودها بالمرفع الذي يسيطر عليه حزب الله لكن احدا لم يتحرك التظاهرات لم تهدأ بعدها وكأن حالة الصدمات التي اريد للانفجار ان يرسخها لم تؤثر في المتظاهرين الذين اكدوا مواصلة قطار الثورة الذي يمر اليوم بمراحل ليس اولها المبادرة الفرنسية لتشكيل الحكومة ولن يكون اخرها محاولة الاحزاب لاسترداء الشارع هذا الذي رغم ما مر به من قتل ودماء تعلم ان ينطفض وينهر من جديد